احتراموا الأدب فضلوا عن أي شيء ده الأدب فضلوا عن العلم تمام فكان لازم مجلس إدارة نادي الزمالك يصدر بيان رسمي في توقيتها تمام بدل المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك إلا أنا بأطالب بإقالة هذا المتحدث الرسمي لأنه بيطلع في أي وقت وبيطلع يتكلم أي كلام ما تتعلم من المتحدث الرسمي بتاع النادي الآهل ما بيطلعش ولا بيظهر على الشاشة غير في بيان رسمي من مجلس الإدارة تمام وما بيطلعش غير على قناة الزمالك لكن انت شغال في كذا قناة أو شغال في أي حتة وبتطلع تهرتل في أي كلام بتعك الدنيا عليك وعلى ناديك وعلى لعبتك جبت منين قرار الانسحاب وقرار لمجلس الإدارة اجتماع طاري انت ايه عم هو أي كفتة في أي بدنجان هو انت أي حاجة بتقولها وخلاص انت اللي عمل تعصب وفتنة نادي الزمالك رسميا اصدر بيان رسمي بالاعتذار الكامل للامارات العربية المتحدة بيقول انها كانت اخطاء غير مقصودة الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الامارات العربية الشخليقة اصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الاحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد برامدز في نصف نهائي السوبر المصري واعتذر نادي الزمالك في بيان الرسمي لدولة الامارات واعرب عن اسف الشديد بسبب الاخطاء الغير مقصودة من اي فرد من افراد البحثة ليه الكلمتين دول ما كانوش طلعهم في لحظتها ليه ما توقعش عقوبة على اللعيبة في لحظتها ليه مجلس ادارة الزمالك ومدير الكورة ما اصدرش فرمان قوي بترحيل اللعيبة لمصر وتغرمهم غرامة قوية عشان كله يمشي تحت الميكروسكوب عشان كله يبقى عارف تمام انه لو غلط هيلقى اللي يكسر له دماغه هيلقى اللي مش هيسيبه هيلقى اللي هيعمل معه حاجات مش كويسة ما تتعلموا من النادي الاهل محمد رمضان ومجرد ان كهربة صوته عيلي في المحاضرة اصدر قرار برجوعه لمصر وغرامة مليون جنيه ايه ده وطلعتم قلته كهربة وزلي نفسه عشان راح النادي الاهلي وما بيقبطش بسبب كسرة الغرامات ايه يعني ولو مش هياخد عقده كله ولو عقده كله هيتخصى ايه المشكلة ايه المشكلة ده سيستم وقواعد نادي تحترمها على عنا وعلى رأسنا ما تحترمهاش هتاخد على دماغك ده الشعار بتاع النادي الاهلي نادي الزمالك بيشدد على عدم تهاونه في اتخاذ الاجراءات الصادمة والصارمة من الناحية القانونية والادارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك في هذه الاسمة ايه المشكلة كابتن خسين ان انت كنت قذرت فرامان ساعتها تمام وكنت نزلت بنفسك لفرض الامن ده اعتذرت له بنفسك اعتذار رئيس النادي هتبقى كبيرة وهتبقى ايه قيمة بجد لدولة العرباء الامارات واحترام الشعب الاماراتي لكن انت دخل على الناس وهم مجتمعين تخيلوا بقول ايه تخيلوا الكابتن خسين لبيت بقولهم ايه بقولهم ايه يعني شوية عصبية وايه يعني ما بيحصل في كل المواتشات وبتحصل خناءات في اي حاجة وبتخلص ايه انتم مكبرين الموضوع بس اقول لكم حاجة والله العظيم بجد انا مع اللي الكابتن حسين بيقوله فعلا هم مكبرين الموضوع على ايه فعلا هم مكبرين الموضوع ليه ايه يعني خناءة ايه يعني ما الكابتن حسين لبيب فكر نفسه في مصر الكابتن حسين لبيب لم فكر نفسه تمام انه اي حاجة هتخلص بكلمتين وايه يعني ما هو وراءي اتحاد كورة تمام ولا بيصدر عقابات وراه لجنة انضباط ما اتصدرتش عقوبات ضد الزمالك وراه وزيد شباب ورياضة بيحمي نادي الزمالك فايه يعني انتم مكبرين الموضوع ليه لكن في الامارات الموضوع غير كده في الامارات غير كده في الامارات في سيستم وفي ليحة وفي قوانين اللي بيغلط بيتحشي رقابته لكن في مصر الدولة كلها مع الزمالك تحاد الكورة مع الزمالك لجنة انضباط مع الزمالك وزير الشباب ورياضة مع الزمالك ربطة الاندية مع الزمالك لجنة الحكام مع الزمالك كل حاجة مع الزمالك فايه يعني هم مكبرين الموضوع ليه ما هم موغدين على كده ما هم موغدين على الخناءات تمام ما هو لو قام فيه عقاب وفيه ليحة في الدولة المصرية بتمشي على الجميع ما كانش حد يخرج عن النص ما هو قبل كده برضو لعبة نادي الزمالك تمام وعملهم يعني يعني كابتن شيكابالا وخدش حياء الامارات كلها وعمل حرقات موسيقى جنسيا في قلب الملعب وما حدش كلمه ولا حد عقبه ففعلا الكابتن حسين عنده حق انتم مكبرين الموضوع ليه ما بتحصل كتير ما بتحصل في احسن العائلات لكن في الامارات ما فيش الكلام ده طيب نادي الزمالك بيأكد مشاركته في المباراة النهائية للصبر امام الاهل تقديرا لدولة الامارات وجاء البيان بقى كالأهدي اسمع يا صديقي معايا البيان كده واحدة واحدة علشان تعرف ان كان الكلام ده لابد يطلع في ساعتها يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الادارة على اعترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي تقديرهم المتناهي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وجميع اكهزتها كما يؤكد مجلس الادارة على اعترامه للقضاء بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامهم لجميع قراراتهم وأحكمهم ويؤكد ثقته التام به كما يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد وإعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعسة الفريق وإننا نكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والإحترام لسيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تتدخر جهدا لتسهيل وتيسير عمل البحثة داخل الإمارات وأن أعطاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الإحترام والحيادية وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بأسة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتزليل كافة العقبات ولما تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والإحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقا من أواصر المحبة والإحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا واحتراما لتعهدتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراما وتقديرا للجهود المبزولة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميما منهم على إنجاح هذه النخصة من البطولة تحت رعاية مجلس أبو زبر الرياضي ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفي ذات السياق ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيسا وأعضاء أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محررة فقط كما يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصادمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لرضع كل من شارك أو تسبب في هذه الأسبة المشكلة إن الكلام ده أو البيان ده كان نادي الزمالك يطلعه بعد المغرام مباشرة المشكلة إن اللعبة اللي غلطه دي كانت تتحاسب في وقتها في الملعب ده حسين الشحات لما غلط مع الشيبي لو تفتكره ومدي إيده عليه فحركة غير أخلاقية في الملعب بعد مباراة بيرامدس لو تفتكره الكابتن محمود الخطيب أصدر فرمان قوي أصدر فرمان قوي بمعاقبة حسين الشحات داخل الملعب لسه غرامة 500 ألف جنيه 500 ألف جنيه فوريا تمام وإيقافه عن المباراة 3 مباراة ملعبش بذلك عقوبة اتحاد الكرة برضو ده إيه ده النظام إن كل اللي يخرج عن النظام لازم يتحاسب كابتن حسين لبيب غلطان كابتن عبد الواحد السيد غلطان مجلس إدارة نياد الزمالك غلطان اللي هو محتواش الأزمة من البداية واللي هي وصلت لكده فإحنا بنفضل متكبرين ومغرورين وما نعرفوش أبعاد المشكلة يا كابتن حسين انت مش بتتعامل في مصر انت بتتعاول في دولة لها قوانين ولواية انت مش بتعامل مع اتحاد الكرة المصري إنه ممكن يعدي لك عشان الأمور تعدي لكن هو ده الصح وهو ده النظام اللي يغلط يتعاقب أيا كان هو مين أنا بشكرك يا صديقي إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية قل لنا من وجهة نظرك هل تصرف نادي الزمالك المتأخر ببيان رسمي هل كان تصرف صحيح ولا تصرف خطأ مستنى رأيكم في التعليقات فضلا وليس أمرا لو كنت جديد معايا اشترك في القناة وفعل الجرس وعلشان يوصلك كل جديد بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشترك في القناة